اجتماع لبناني سوري مصري في وزارة الطاقة اللبنانية انتهى بتوقيع عقدين الأول لشراء الغاز الطبيعي من مصر والثاني لنقله من مصر عبر سوريا ومع إعلان جميع الأطراف جاهزيتهم للبدء بالمشروع بقي عائقاني أولهما قانون خيصر حصلنا على كل الموافقات اللازمة لتمرير الغاز ومن هين ناحية ما فيه أي خوفة حصلت على الموافقة الأمريكية هذا الموضوع بيخص الجانب اللبناني والمصر أنا اللي استشفيته من الحديث الدائم اللي كنت عم بعمله مع الإدارة الأمريكية يعني عبر زيارته لأموس هوكستين لما نجى وأيضا ساعة السفيرة دروتيشية بأنه هني سيقفون مع معنا وبالتكلم مع الإدارة إدارة الخزينة لحتى يأمنوا أن هذا العقد يحصل على تأكيد وإطمئنا النهائي أنه لا يترتب عليها أي تدعيات سلبية من قانون أيصر وبنفس الوقت التسهيل بموضوع التمويل يعني تقديم التسهيلات بموضوع التمويل من قبل الولد بانك وبانتظار موافقة البنك الدولي المرتبط بالقرار الأمريكي أكد الجانب المصري دعمه للبنان نحن الحمد لله يعني قدرنا أن نحن لدعم الدولة اللبنانية أن نحن ندي ساعر مناسب وتفديلي لأشقائنا في لبنان المشروع هذا بالإضافة إلى الفيول أويل العراقي من المفترض أن يرفع ساعات التغذية الكهربائية في لبنان إلى حدود العشر ساعات وقعت العقود مع وصول التغذية الكهربائية في لبنان إلى أدنى مستوياتها إلا أن التواقيع والتجهيزات يرى الخبراء والمختصون أنها تبقى حبرا على ورق بانتظار إعطاء الضوء الأخضر الأمريكي